اشتركوا في القناة لكن بعد القسم بعد حلف اليمين بتتغير تماما ليس بتتغير بقى عشان انت حلفت اليمين اه اليمين ده اساس لكن بتتغير حياتك بعد حلف اليمين كل حياتك بتتغير شخصيتك بتتغير سلوبك بتتغير علمك بتغير احترامك بتغير لان المحماه بتتطلب حاجات كتير جدا النهاردة لازم بعد ما تخرج من القاعة أنت محامي عليك مسؤوليات ومسؤوليات كبيرة جداً خلي بالك مجرد ما يطلق عليك لفظ محامي تفقد للقانون أنت بعد ما تحلي في اليمين يطلق عليك ونقول لك يا أستاذ لأن القاون المحامي يقول كده ليس يقول لك ولذلك أنت بعد ما تحلي في اليمين لازم تغير حياتك تماماً تماماً لماذا؟ لأن المحامي من النقابات العظيمة جداً المحامي من أعظم الشخصيات الموجودة في المجتمع عشان تبقوا أنتم عارفين متغرفوا قيمة المحامي وكيان المحامي وفكر المحامي وعلم المحامي فإذن النهاردة لدينا أساسيات لدينا أساسيات سنبدأ بها وننتهي بها والذي موجود أنت خلاص النهاردة أنت صورة تانية خالص شخصية تانية خالص ما هي الشخصية التانية؟ أنت لدينا أساسي لننجح في المحاميات فهم يعني إيه أسس عسان ننجح في المحامات وتبقى المحامات خلي بالك مشكلام لا أو مشكلام بيكتف الكتاب أفوارها لا ده المحامات ممارسة فعلية واقعية مرتبطة بالقانون عارف يعني إيه واقع واقع وقعة القانون بيطبق على وقعة أيا كانت الواقع دي وأيا كان القانون يبقى إذن أنتوا درستوا في الجامعة جميع القوانين اللي تم تشريعها من السلطة التشريعية اللي هي بتنظم وتحكم شؤول المجتمع كله كل صغيرة وكبيرة بيها قانون كل صغيرة وكبيرة بيها قرار كل صغيرة وكبيرة بيها تعليمات ولوايا ده كله قانون وده كله القانون ده من اللي بيطبقوا انتم خلي بالكم انتم المتطبقوا القانون ولذلك على شر بنقول أنت من أخطر شخصيات المجتمع المحامل من أخطر شخصيات المجتمع المحامل إنت ليك نحن بنقول القادي ها القادي المحكمة المحكمة القادي ده بينه وبين ربنا وبيحكم بالعدل وما فيش رقيب عليه ما فيش رقيب عليه إحنا كذلك المحامي ما فيش رقيب عليه خالص إلا ربنا سبحانه وتعالى ودميره ودميره ولذلك دي مسئولية كبيرة جدا على عاتق المحامي لازم تتحملها وتبقى حريصة عليها جدا 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 لأن الحق بيحكم به القادي والحق بيعرضه المحامي خلي بالك شوف المعادلة جاءت زي الحق بيحكم به القادي الحق بيعرضه ويوصله المحامي للقادي يبقى إذن النهاردة أنت أقوى لأنك أنت أنت بتعرض اللي مش في الورق أنت بتعرض اللي موجود في وقعة والواقعة دي محد الشفى القادي ما شافهاش النيابة ما شافتهاش شهود الدعوة ما شافهاش كله بيقول كلام ويبقى كل ده في تحقيق في محضر جامع استدلالات في أي كان المحضر ده وقعة 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 القتل وقعة الدعوة مدني تحكيم إداري كل ده وقائع وكل الوقائع دي بيحكم قانون كل الوقائع دي بيحكم قانون وعلشان كده احنا بنقول ان مسئوليتنا اكبر بكتير جدا من المحكمة ومن النيابة ومن كله لأنك انت في الآخر لش انت بعارف انت اللي بتدقي الدعوة وانت اللي بتنهيه صح انت اللي بتبدأ الدعوة المحامي اللي بيبدأ الدعوة وهو اللي بينهيها لما المحكمة تقول حكمت المحكمة بتبدأ بتترافع بتخلص المحكمة بتقولك ونقن عليه بتقول طلباتي براءة المتهمة يبقى ايزا الوقعة بتاعتك بدأتها ونهيتها ده بقى مهم جدا بتقول ليه بقى لأن دي خطورة المحامي وعظمة المحامي وفكر المحامي وابداع المحامي واخراج المحامي وانتاج المحامي وعرض المحامي اخيرا على المحكمة الوقت هي دي المحامي مش المحامي ولذلك يجب ان نتحل ايه بالاخلاق الاخلاق اهم حاج اساس النجاح في كل حاجة في المحامي بالتحديد لكن الاخلاق اساس كل حاجة في المجتمع اساس كل حاجة في الحياة الاخلاق الاخلاق دي ربنا سبحانه وتعالى يعني وصف سيدنا محمد بيها قبل الرسالة قبل سيدنا جبريل ما ينزل وما كنا في جاهلية ربنا وصف سيدنا محمد وقال له وانك لعلى خلق عظيم يبقى الاخلاق قبل العلم صح ومن اللي بيقول ربنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول مين بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تغير ما يزل جبريل بقى بالعلم شفت سلسل الحياة ازاي اللي ربنا خلقه اللي احنا ما نقدرش نحيد عنه اللي بيحصل النهاردة ده كلام يعني ما أنزل الله بيه من سلطان كلام فعش وخاصة النهاردة احنا في توقيت مهم جدا لازم نبقى قريبين من ربنا لازم لأن أساس النجاح الذي يبقى لك علاقة وصلة بينك وبين ربنا في صلة بينك وبين العبد وربه أساس نجاحك هو ده مش أساس نجاح بأن الفلاوة وروح مش عارف أعمل إيه لا خلي بالكم فيه فيه حاجات في المحامات لا مش كويسة وخلي بالكم يطبق عليه القانون عشان أنا بقول كده هول عشان تبقوا عارفين محدش فوق القانون قال محدش فوق القانون رئيس الجمهورية مش فوق القانون خد شكر يبقى لازم نبقى حرصين لأن احنا رجال القانون احنا اللي منطبق القانون احنا اللي مننفذ القانون احنا حراس القانون ولذلك المجتمع بينظر لك نظرة متفردة لأن المحامي بيختلف تماما عن أي شخص في المجتمع تماما لأنه شخصية وانت ماشي كلا ولابس بدلة اي حد اي حد حيشوفك مش مهم يعرفك بس حقولك ده محامي من غير ما يعرفك ليه لأن شكلك اعتزازك بنفسك عندك ثقة في نفسك واسقوي بتفتخر بتفتخر نفسك واسقوي ليه بأنك انت محمية وضعك باين لو دخلت على أي جهة أي سلطة في الدولة لو دخلت بتعامل معاملك المحامي رجل للقنة زي ما لو أستاذ محمد قال دلوقتي انك تخش وتشيرت ومش عارف ايه وكوتش وحاجات كده وراع فين تخذ الاسم مش هتخش الاسم هتخش الاسم تروح فيه ده انت حاكب لنا واجه على القلب ما هيبها بمشكلة معاك مع الحرس الواقف على الباب انت مين هتقول لأني محامي بأمرت ايه بأمرت ايه هيحصل الكامل مش هيحصل لا ده تقول ايه بتبدأ بتبدأ ما بتخرج من بيتك بتبدأ شخصيتك كيانك كل ده انت مسؤول عنه واحنا مسؤولين عنك تماما احنا خلي بالك النقابة او القانون بيحمل محامي اثناء تأديد تعامله في اي مكان في اي مكان وفي اي مجال ايا كانت الجهة اللي حضرتك او حضرتك بتقدم فيها عمل يتعلق بالمحامات وبالقانون القانون بيحميه وبيفرض عليه حصابته عادة ذلك مش عايزين ماينفعش وانتوا مهمين وانا بقول الكلام ده وبأكد عليه كواس قوي بأكد عليه كواس قوي لان انت بعد كده ولازم انت انت عارف ايه اللي ليك وعليك في النقاب ايه التزامات 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 عليك والتزامات وحقوق ليك عند النقاب تعلم تماما ان النقابة بتتحمل كافة كافة الامور اللي يتعلق اللي هو اللي خاصة بالمحامي وأسرته النقابة المحامين هي الوحيدة اللي بتعالج المحامي وأسرته عارفين عارفينوا نصرته يعني الأب والأم اللي هما الناس اللي جايين ده همت اللي تعبوا عشان خاطركم وجايين النهاردة وعايز اقول ان هما يعني ايه فرحتهم أكتر منكم لأن شافوا جيل ولادهم همت بيحملوا الراية حيبقوا مسؤولين حيبقوا في يوم الأيام بيدور النقابة حيبقوا في يوم الأيام هما دول شباب مصر هما دول رجال مصر فأنا بقول النهاردة بالنسبة عايز انقلكوا تحيات معالي النقيب العام الأستاذ عبد حليم علام اللي هو النقيب المنتخب حديثا نقيب المنتخب حديثا اللي هو اخترته الجمعية العمومية لعمين مصر وداته ثقتها ولذلك هي دي النقابة وهو كان عايز النهاردة ييجي علشان يحلف لكن الظروف طبعا انتو عارفينها دلوقتي احنا في أيام حتى كدنا الوقت الموجودين في النقابة لأن احنا عايزين بنشتغل كواس اوي في النقابة دلوقتي واللي جاي ليكم خلي بالكم اللي جاي ليكم مش لين انا مش عايزين حاجة خلاص احنا مش عايزين النقابة والجماعة العالمية بتعمل بتعمل جاهدة ليكم انتم لأن ده المستقبل اللي جاي بتاعكم واللي جاي بتاعكم واكتر من كده المستقبل بتاعها ومصر كلها بتاعكم بتاعكم وذلك عايزين نبقى عندنا انتماء لبلدنا عندما انتماء لوطننا عندنا انتماء لنقابة المحمين ونتفضل نحلف نتفضله هنحلف وخلي بالك اليمين كسم ده القسم ده القسم الوحيد اللي في حياتك اللي مسؤول عنه مسؤولية كاملة في كل كل كلمة كل كلمة كل كلمة كلمة في كل كلمة تقعد تتكلم فيها كتير قوي وتقعد تفسر فيها كتير قوي وتقعد تحلل فيها كتير قوي هي دي المحاماة القسم ده هو ده ووضو كله بقى يعني فيه وبعدين هنتقابل إن شاء الله وخلي بالكم احنا بنقول برضو المحاماة ممارسة ممارسة فعلية واحنا كمان فيه معهد المحاماة موجود دلوقتي بقالوا بتاع خمس دورات أو ست دورات والمعهد ده النقابة بتدعموا كل ما تمنوا واللي بيجي يحاضر فيه محاضرين أسادزة وعلماء بمارسوا مهنة ورسالة المحاماة فإن شاء الله أنتوا حتى يعني يعني كل واحد هنروح سجل بقى دلوقتي في المعهد زي محمد قاله وإحنا بنقول نقيب الكلام ده بعد ما نخلص حلف اليمين كله حيستلم الكرنات وهو هنا كله ومش عايزين بقى كله يقعد والكرنات هيجيله فضلوا عايزين القسم قسم اللي عندي ده ما فيش بعد ولا قبل أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقالدها وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أحترم الدستورة والقانون بطبي وارفو شكرا 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 شكرا